السلام عليكم ومرحبا بكم فصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اعتدر على الغياب يعني عندي مدة طويلة ما صورتش قالب كان عندي ظروف ما كنش كامل نلقى الوقت باش نصور وثاني حاجة نحب نشكر كامل لي سقسة وعنية يعني صافي بليزيغ ناس ما نعفو مش كامل يقولوا لي وين رايك راكيش تحطينا لي غوثات اسكورة كيمليحة هدوهما لي كومنتيغ لي شجعوني وخلوني باش نواصل وان شاء الله بإذن الله ما راحش نزيد نطول كما هاد الفترة واليوم جبتلكم وصفة معسلة وطريقة العمل تحها جد سهلة وناجحة بإذن الله ألف المائة يعني ما كاش وحدة راح تجربها ما تنجحلهاش وشنو لازم تتبعي هاد الخطوات وثاني لازم تخضيب الملاحظات راح تنجحي فيها مئة بالمئة بإذن الله وهاد الوصفة تعرفوها كامل اللي هي زلبية البانان يعني معروفة ونحبوها كامل وبسم الله أول حاجة راح نبدأو بالنواشف عندي زوج كيسان فارينا الكاس يكون ممسوح بها الطريقة بالنسبة لنوعية الفارينا أي نوعية عندكم في الدار نص كاس دقيقة رطب يعني سميد هادك الرطب كامل مغرف صغيرة لافاني واربع مغرف تاع الملح اللحنة الملح لتعديل الدوق نجيل لحنا نحط زوج كيسان فارينا نضيف عليهم نص كاس ميد ارتب وراح نخلطهم بهالطريقة حتى ينسجموا وراح نحطهم جانبا نمروا الهنا للسوائل عندي زوج كيسان ماء نفس الكاس لكي يلتباه الفارينا وطقيق اربع كاس تاع الزيت اربع كاس ومغرف كبيرة عسيلة يعني عادي عسيلة لين شروها مبرة ولا تكونوا خدمتوها في الدار اللحنة كي تكون هكذا بردها العسيلة متعمروش المغرف في ملح نجيل لحنا نحط هادك زوج كيسان تع الماء في كاس خال هكا نضيف عليهم اربع كاس تاع الزيت ومغرف كبيرة تع العسيلة نخلط هاد المكونات بهالطريقة وراح نحط هاد الخاليط على النار حتى يبدأ يغلي راح نطفي عليه راح نجيبو اللحنة وراح نبدأ نضيف عليه النواشف بها الطريقة يعني هنضيفهم دفعة واحدة كما راكو تشوفو هكا ونقعد ندخل هذيك الفارينة مليح حتى تولينا عجينة رطبة ملح اكتبها انا مكتبتش متوفرة عندي بهالطريقة كما راكو تشوفو اللحنة وراح نجيل اللحنة نزيد نخدمها هقد شوية بيدي سوف نستعمل هذه التعليق ماشي 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 أريد زلابية تجي خشينة وحبها رقيقة تنقص في لادة يعني الحجم التعليق ماشي كما راك تشوفوا رقم تحها تسعة أنا اللعنة قدرت نصف الكمية يعني من الأحسن نديره نصف ثم تكملوا نصف الاخر وراح نجي اللعنة نبدأ نشكل في زلابية تاعي يعني نضغطه ملاح بهالطريقة والطلت على زلابية انتو متاني لتحكموا فيه حسنا ثم تبات التعليق للتعليق انتو متبقى وتبقى آخر نصف الوقت على جديد كامل صار كامل صار الهنا اول سر باش تنجح لكم زلابية البانان لازم في هاد المرحلة تخلوها تبرد مليح لازم تبرد تماما ابردت اللي زلابية تاعي راح نبدأ نقلي فيها الهنا الزيت تكون سخونة والنار تكون متوسطة يعني الثاني سر لنجاح زلابية البانان لازم النار ما تكون قاوية بزاف ما تكون نقصة كامل لازم تكون متوسطة اذا كانت نقصة راح تجيكم يبسة بزاف اذا كانت قاوية ما راحش طيب لكم الداخل كما راكم تشوفوا بهات الطريقة الهنا حبيت نمد ملاحظة واحد اخرى شوفوا انا الهنا ما خليتهم برد و مليح علاش باش غير مكمن نصور معاكم كي ان حبات رام تحلولي شوية سيبوغسا قلت لكم لازم تخلوهم يبردوا مليح لازم يبردوا مليح يعني حوالي 20 دقيقة حتان الساعة تخلوهم يبردوا ومبات تبدو تقلو فيهم انا الهنا راهم طابو شوفوا الهنا يعني يحمروهم مليح باش يجوكم قرمشين من فوق بها الطريقة انا الهنا ساعة راح نحيهم راهم طابو وبالنسبة اللعسيلة اللهنة لازم تكون تقيلة يعني ما تضيفوا لها حتا حاجة هكا وديروا زلابية تعكم اللهنة هكا باش تقعد مقرمشة ما ترطاب الكومش كي ما راك تشوفوا ونخلي هاد الكمية اللولا في العسيلة حتا طبلي الكمية تانية انا راح نكمل كامل كمية اللي عندي ونتلاقاه في صحن تقديم وهذا هو شكل نهائي لي وصفة اليوم اللي هي زلابية البانان جت الله يبارك جت بزاف بنينة من فوق جت مقرمشة من داخل جت طرية وتلقاوها مع سلح تل القلب ديالها وطريقة تحها سهلة مقادرها بسيطة ونجحها الف المية كي ما قطيكم وتلق في رمضان نتمنى منكم تجربوها وراح نجيل له هنا نقسم معاكم حباها هكذا باش شوفوا كيفاش جت من داخل شوفوا له هنا من فوق كيفاش راح يمقرمشة وفي الاخير اذا اجبتكم الوصفة معليكم غير ديروا ليجام كومنتر تبرد جيولا فيديو مع صحابكم وحببكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصيلكم كل جديد سلام اشتركوا في القناة